تحية واحترامي لحماة الدولة الجيش والشرطة والقوات الأمنية العراقية هؤلاء هم حماة الدولة وهم غدا في يوم الجمعة سيخرجون إلى صناديق الاقتراع وسيعبرون عن آراءهم ولهم كثافة كبيرة ويمكن أن يكون لهم دور مهم في تغيير المسارات هم حماة الدولة أتمنى أن ينتصروا للشخصيات وللقوى التي تنتمي وتعتقد بضرورة حمايتهم وتدعيمهم فيما بعد انتخابات وفي الحكومة القادمة أن يقو موقفهم من خلال التصويت اليوم القرار بأيديهم أبناء شعبنا ولا سيم الشباب هؤلاء السبعين بالمئة أقول لهم هذا حقكم والحقوق تأخذ ولا تمنح ما حالي يجدوا بابك ويعطيك حقك الحق ينتزع انتزعوا هذا الحق أنت ما تشارك غيرك من الجمهور المنظم المؤدلج يروح يشارك وغيابك يعطيه فرصة أكثر ثم تعود لتندب حظك تقول لماذا المخرجات فلان وفلان لأن جمهورك خرج وأنت ما خرجت أخرج وصوت لمن تراه مناسبا ترجمة نانسي قنقر